طبعا هو الاول اهلا بكم ولا يخفى على احد اظن ان انا دايما عندي انحيازات وميول لبنانية جدا يعني طول عمري كده ممكن يكون برضو بالميلاد بالوراة يعني فيها حاجات كتير بس لا تستطيع على الانكار انه ان كنت سوف تنحز للصوت فتنحز بالقطع بالنسبة لي على الاقل لفيروز وتانية صالح انا كده اتقول لي بس انا خلقتي كده طب اعمل ايه تانية صالح بنفسها وده بالبنسبة كان من احلامي ان انا قابلها في يوم من الايام واجري معها حوار ولو قصير منورانا في الاستوديو تسلم يا رب شكرا كتير ازاي الاحوال الحمد لله منورانا ومنورا القاهرة شكرا كتير احنا بكرا عندنا ان شاء الله حفلة في القلعة ايوه صحيح هو التحضيرات لحفلة ازاي دي بتتم ازاي يعني بتفكري في ايه بتهلك بتعمل تمارين كتير اول شي حفلة متل هاي بدي فرقة بتليق بالمكان لانه احنا عادة بتكون الفرقة اللي معي صغيرة هالمرة حسيت انه بدي تكون فرقة كبيرة ويكون معي رباعي وطريات لحتى اقدر نفذ الاغاني اللي حب اغنيهم باحسن طريقة هيدا اللي عم بصير وبتصممي وما الى ذلك في ناس كتير تقعد تقول طيب هو ينفع انه الشخص يقدر يعمل كل الحاجات دي تقريبا وبنفس القدر من الابداع ولا الافضل ان انا اوزع المهام حتى يبقى فيه تجديد عندي في الموسيقى او تجديد عندي في الكلام بالنسبة الى كتابة اغانية شغلي كتير مهمة لقدر انا عبر باصدق طريقة هيدا شغلي بس معك في اوقات كتير بحس انه بلا ما انا اعمل مثلا هلأ غيلاف في الالبوم او بلا ما اعمل الفيديو كريب او فيه اشياء بسلمة لاشخاص بس حس انه انا هالمرة مش دايما بقدر اعملون انا يعني مش اذا انا برسم يعني لازم دايما ارسم او اذا انا بفكر بالفكرة الاساسية تبع الغيلاف يعني دايما لازم انا كن عم بعملها فيه اوقات بسلم خبزة للخباز مثل ما بيقولوا بلبنان بس اجمالا بحب انه اشرف على القليلة على كل شي لانه بيكون دايما فيه سكرة انا احب انه وصلها يعني ولا مرة بعمل الالبوم بيكون غنيف المطلق لا فيه تفكير ورا فيه تفكير شي فلتسفت منه ورا هذا الالبوم انه انا بعمل ده لانه انا عايزة اقول الرسائل وضحة او محددة يعني الالبوم واحدة مثلا كنت حبي احكي قصة كيف انا شايفي لبنان بعد الاستقلال هل في استقلال هل في واحدة وطنية هل في مجال ان نكون عايشين سوا بيظل كل هالطائفية اللي موجودة فكان فيه مثل كونسبت واحد لكل الالبوم كل هو عم بيحكي عن ذات بمنطق واحد مثلا الالبوم شوية صور كنت حبي احكي عن الحب الحب مثل ما انا بشوفه مثل ما بتشوفه المرأة لانه المرأة بتشوفه بطريقة انتو من غير كوكب يعني نحنا منشوفه انا متأكدة من غير طريقة فكتحب احكي عن هيدا الشي الالبوم الاخير اسمه عشرة ميم كنتحب احكي عني كامرأة بعد عشر سنين من الطلاق كيف بتحس كيف بيشوف المجتمع كيف بيحس انه قديش بيحطي العلمات كمرأة بعمر معين يعني بتحس المرأة بهيدا الشيء انه بتصير مش مطلوبة مش محبوبة مش هكي مستعملة كأنه تعبير قاسي جدا طبعا بس هاي الحقيقة للأسف للأسف بمجتمعاتنا طبعا مش هيدا الشيء بعموك ما تبقاش مطلوبة تبقى هي اللي تركت مجنونة مهزوزة بس مش مهزومة مش مهزومة ربوكي لا 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 بالنسبة لقلي على قليلة لا مش مهزومة بس انا عم بصفلك عم بعطيك هيدول التعبير تقصفلك كيف المجتمع بيشوفني بس انا مش حاسة هيك ابدا طب انا هنا يمكن في عندي فكرتين عايز اتكلم فيهم عندما تحب المرأة فتبقى مختلفة في حبها ونظرتها للحب عن الناس اللي من الكوكب الآخر لزي حالتي الرجال ايه هي وجهة نظر المرأة في الحب ووجهة نظر تانية صالح هلا انا يعني قادرة بنوع مرأة ممكن تقطع عليك بالنسبة لكيف بتحب لان انا بحب عنف يعني بتطرف باسرار بتصميم بشغف بخطة هيك طويلة الامد يعني وضع سيء جدا بالنسبة لغيري فيه هنا سيء Tamala تحب بها الطريقة بتكون شوية مش رlaughse القصة معها بالنسبة للاقيلي احنا عاطفيين اكتر يعني منحطة النعمة بالعواطف اكتر من العقل اجمالة طبعا شيء دايما. معنا انا اشوف ان الرجالة اكثر هشاشة في الحب من السيدات بكتير. هيك بيقولولي ولادي الصبيان بيقولولي ليش انت بتفكري هيك نحنا انا لايك انو. احنا غلبة جدا. ايه غلبة. اه من مصري غلبة هو يعني. بس في مشك يعني في يعني صعوبة بالتفاهم بمحل ما بالعواطف. يمكن انتو عندكن زيت كمية العواطف اسمه بتعبروا عنا مثلنا. ان احنا مثلا انا مثلا عصبت منك بسرخ وبعيت وبعبر وكذا. يمكن انت بتسكت او بتفكر قبل ما تحكي او. في هال ديناميك المختلفة بالتعبير عن العواطف. على انا عشان ما اعمل مشاكل صرت بعبر عن العواطف بالشغل. تعرفة كان ويليام شيكسبير في الفصل التاني المشهد الخامس. اصلا انا نهم. انا بحب ويليام شيكسبير. روميو جوليات. فكان في بداية المشهد بيتكلم على مسألة الاسراف في العواطف. انه لا يدعي للاسراف او التصرع في الحب والعاطفة. لانه ده بيأتي بعد كده بعواقب وخيمة. ايه. وده في قصة حب روميو وجولياتي. يعني في اكتر من كده. ايه لا لا في اكتر. وبرضو نهى عن مسألة الاسراف من وجهة نظر شيكسبير. فبتعتقدي انه احنا حتى في مجتمعاتنا بنحب زيادة عن اللزوم؟ ايه. فحيح. جيل ونساء في عواطف. يعني بالنسبة لمجتمعات الغربية اكيد عنا. الناحية العاطفية اللي هي مش بس الحب الكره كمان. يعني في عنف بالكره. تكره برضو بتطرف. اه طبعا. طبعا. ما اللي يحب بتطرف هيكره بتطرف. اه اه. ده طبيعي. ايه. طحية. طب. هنا القصة التانية او الفكرة التانية. مسألة نظرة المجتمع العربي لميم مطلقة. انا ضد دايما كلمة المطروكة دي. والمهزومة. انا ابن امرأة مستقلة. اه. هي اللي ربتني وكبرتني. انا بشوف قد كده انه دايما ستات دول عندهم صلابة اكتر مننا بمراحل. صحيح. وقدرة على مواجهة الظروف. صحيح. بتشوفي انه هل المجتمع بدأ يطور شوية من نظرته وتصبح اكثر اعتدالا وتمدنا في المسألة دي ولا لسه؟ ايه شوية بس مش كتير. كل ده مش كتير. ايه لا مش كتير مش كتير. يعني انا كمان تربيت من امرأة مستقلة. ربتني انا واختي وتعذبت فينا كتير. ووصلتنا للي وصلنا له. بس نحنا صرنا اقوى طبعا. وهي كانت مرأة قوية لا تقدر تعمل هيك. بس المجتمع ما انا انصفها. ما خليها تحس انه هي مثلا مثل اي رجل تاني. او المجتمع انصف تانية او لا? صعب ما بعرف. اصلي ملء السمع والبصر محبوبة. بقيت انا احسن وضعي من امي. اكيد انا احسن وضعي من امي. لانه انا ما ما سألت حدا. يعني عملت واس. يعني ما بدي اعرف عجبك او ما عاجبك. مش انت. يعني بس انه كمجتمع بدي اعمل شغل. ما بدي اتقارن بحدا برجال او بمرأة بدي اشتغل. بدي اوصل. بدي حق يلي انا حطته براسي. ما فكرت مرتين. يعني ما ما كان عندي مشكلة ولا مرمة ولا رجال. ولا ولا ولا. يعني بيقولولي اوقات انت. ليه منك نساوية مثلا. ليه منك انه الرجال الشغير. وانت المعطرة. لا انا ما بحس هيك ابدا. ولا مرقين عندي مشكلة. طيب. ما ينفعش بيني وبينك نبقى قاعدين كده وتانية صالح منورانا وما سمعش. احنا قبل ما ندخل الفقرة. غنيتي كده لمدة مثلا تلاتين اربعين سانية بمنتهى العزوبة. للدرجة انها روح تقعد كده وقلت ايه ده. ولا في مزيكة ولا في أي ساون إفاكتس. وحاجة. والنبي تغني. هذا. ارجوك يغني. حسنا. حسنا. موسيقى. انا بدتي عود فيها وعليها اندفا. اذا في قرني بقلبك بتطل على البحر. انا بدتي اغرأ فيها لآخر العمر. شقرني أحشر حالي فيها لا حس ولا خبر لأنه شي مرقة دعندي صغيري بين غصون الشجر ويكون فيه سماء والطيور وجلزهور وطاقة نور بكفيني اسمع دقت قلبك لدوزن هالوطر يا عين على رأي زياد راحباني مع ست فيروز قلت يا ليل قال لها يا عين أنا فاكر كان الألبوم ده كان كيفك انت ويا في يا ليل يا عيني فرح أخص لها يا عين على البيانو بالمناسبة بما أنه بتكلم على ست فيروز والتطور الموسيقي اللي اتعامل الحقيقة مع الرحبنة مش بس في لبنان لكن للمنطقة العربية وكمان التطور اللي كان بيعمله زياد فيما بعد ذلك كالجيل التاني للرحبنة إلياس وعاصي ومنصور وما إلى ذلك تاني يا صالح عملت تطوير في طريقة الغنى فلاقينا ناس كتير بدأت عايزة هي كمان تطور في الموسيقى وفي طرق الغنى وطرق الكتابة ولنا في ذلك حديث أستأذنك بعد الفصل صحيح شكرا